لذلك عندما كثير من الشباب للأسف انخدعوا بهؤلاء خاصة جيل اللي ولد في سنة الفين لم يعش مآسي والجرائم التي ارتكبتها الجيلة سواء في عهد عنطر زوابري أو في عهد جمال زيتوني أو الشريف قوسمي أو غيره في كل حتى جعفر الأفغاني وكلهم كانوا يدخلون على الثقنات ويقتلون جزائريين أبناء الشعب الجزائري كانوا ثقنات لا علندهم حتى علاقة عندهم حتى علاقة أصلا ثقنات متخصصة في الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائر معناها لحماية الجزائر من الغزو الخارجي كانوا يدخلون ويقتلون الجنود ويقتلون أبناء الخدمة الوطنية اللي ما عندهم حتى علاقة بالأشياء لنفرض أهم جماعات في الجبال راح تلها ناس تواجهوا في السلاح قاتلوا ممكن ولكن أنه يمسكوا في الناس مدنيين يذبحون وجي الأنس العربي زيتوت يتحدث على هذه الفطرة أنها مقاومة وأنها 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 وأنه جمال زيتوني قتل هؤلاء القياليين بالفعل جمال زيتوني أعدمهم وأعدم أبو بكر زرفاوي وأعدم كثير في إطار صراعات الجماعات في إطار الهاجس الاستخباري والسبب اللي خلاه قتلهم هؤلاء الناس ليست مهمة استخبارية هذا كلام فارغ بأنه أجياء المخابرات أرسلت جمال زيتوني ترأسها وبعد يقتلوا كلام فارغ لا أساس له فقط لأنه هناك جاءت فكرة أخرى تطورت الفكر لأنه الناس عندما يحملون السلاح تبدأ فكرهم يتطور بسرعة فصاروا ينظرون إلى الديمقراطية والعمل الحزبي كذا أنه جريمة وأنه ليس من السنة وكذا 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 وبدأ يتطور فتخلصوا من هؤلاء القيادين من الفيس خوفا وفي ترصيرا الزعامة التي كانت حدثت لأن أهم ما دمر هذه الجماعات هو الصراع على الزعامة ونفس الشيء الذي يحدث يحدث للحراك الشعبي عندما بدأت الناس خايفة يتم تمثيل الحراك الشعبي يخسرون الزعامة فأرادوا الإضرار بالحراك والتضحية بالحراك الشعبي من الحفاظ على وجودهم ونفوذهم حتى وخطابهم يمر ومكاسبهم تستمر على كل حال يعني إذن أخواني الكرام أن الحديث الآن بالنسبة إليه شخصيا وتقديري شخصي أن ما يجري هو دفع للعنف وما يجري هو استفزاز وهناك أعمال أخرى لا تظهر للعلن هناك تركيز على ضرب المؤسسة العسكرية والهجوم على المؤسسة العسكرية ماذا يراد منه؟ أولا تشويه المؤسسة العسكرية ثانيا وضحها تحت الضغط ثالثا محاولة استفزاز العسكريين وبعض القيادات قد تستفز يبدو يتهم في الضباط وهناك لي يجبدو له عائلته وهناك لي يمسوه شرفوه المسال وعرضه استفزاز وعندما يستفز هؤلاء قد يتصرف بحماقة قد يندفع قد لحظة غضب تدفعه إلى تصرف ما بعد ذلك يتم استغلال سلوك فرد تعثر تحت الضغط ما تعثر ودفعه إلى ارتكاب شيء ما يستغلونها على أن الجيش يقتل ودفع الشارع وهم دائما يقولون أن الدفاع عن النفس يجب حق مشرور وهذا العربي سيطط بنفسه يقول هذا الكلام على لسانه نحن بالمناسبة دائما نذكر نحن في حركة رشاد وإن شاء الله في الجزائر ستقوم ثورة سلمية بإذن الله ونحن ضد حمل السلح لكن عندما تصل إلى الدفاع عن النفس الدفاع عن النفس على العرض على الزوجة التي تختصت أمامك أو البنت التي تختصت أمامك أو الأخ الذي يختصت أمامك الجزائر تختصت أمامك هناك خلاص ما فيش بشر ومن قاتل دون عرضي فهو شهيد إذن يريدون من هذا أن يدفع الناس يعفن الوضع يدفعوه إلى الاحتقان بعد ذلك قد تحدث تجاوز من طرف ما بعد ذلك بمشروعية الدفاع عن النفس يدفعونهم إلى المواجهة وحمل السلاح وتشكيل التنظيمات وهذا الذي يريدونه لأن الظروف مهيئة لأن ليبيا مختلطة في فوضى كبيرة والسلاح في فوضى وهم يريدون أن تكون هذه البؤرة هي البؤرة التي تستفيد منها لو تشكل التنظيمات يصير السلاح يأتي من ليبيا إلى الجزائر وما إلى ذلك مثل هذا الأمور لذلك إخواني الكرام أيها الجزائريون لا تنخجعوا بهؤلاء هؤلاء الآن لما انفضحوا لما انفضحوا ولما هب الناس يتكلموا لما رأوا الجزائر في خطر بدأوا يروجون على أنها دعايات وحملات من استخبارات لا استخبارات ولا بطيخ ولا أي شيء قلوبنا على الجزائر وهؤلاء حتى يواصلون أظليل الجزائريين وتخديرهم يواصلون بحروب استباقية أي واحد يتكلم على العرب زيتوت ولا يتكلم على رشاد لا مخابرات هذا مهم مخابرات وهذا دفعات مخابرات وهذا عنده علاقة بالسعودية وهذا عنده علاقة بالإمارات وهذا 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 رغم أن هذه الدول ليس لها أي مشروع في الجزائر سوى تتمنى الاستقرار آر للجزائر في حين الدول الأخرى التي هم يوالونها هي التي تقف خلف هذه الدعوات ومنها قطر أيضا تركيا التي صارت تتواجد عسكريا على حدود الجزائر تتواجد في ليبيا هؤلاء هم بيادق لهذه الدول التي هي أصلا تريد الفوضى في الجزائر ترجمة نانسي قنقر